موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزات المتعلمات أعزاء المتعلمين مرحبا بكم في درس من سلسلة طروس اللغة العربية المكون التطبيقات الكتابية المستوى الرابع ابتدائي الوحدة الأولى المجال الحضارة المغربية الأسبوع الأول الأهداف التعلمية أن تكون عزيز المتعلم عزيزة المتعلمة قادرا على أولا التمييز بين أقسام الكلمة تمييز الجملة الفعلية وتمييز عناصرها تالتا توظيف مكتسباتك عن التاء المربوطة في كتابة الكلمات تذكير بالظواهر اللغوية أولا مكون الصرف والتحويل أقسام الكلمة تانيا التراكيب الجملة الفعلية وعناصرها تالتا مكون لإملاء التاء المربوطة إذن ما هي أقسام الكلمة؟ نعم أحسنت أقسام الكلمة مستشفى أمتلعني الفعل زارة يزرع انتبه ثم الحرف أمتلع على من إلى نمر الآن إلى مكون التراكيب إذن ما هي الجملة الفعلية؟ وما هي عناصرها؟ نعم أصبت إذن الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل الفاعل يكون دائما مرفوعا وعلامة رفعه الضم أمثلة حارث الفلاح الأرض إذن أين هنا الفعل؟ من؟ من يجيب؟ نعم أحسنت حارثة فعل أحسنت وأين هو الفاعل؟ نعم أنت أجيبي حسن جدا الفلاح إذن الفلاح هنا فاعل وعلامة رفعه الضم أحسنت حسن جدا نمر إلى مثال آخر عاد المهاجر إلى الوطن عاد ماذا يكون عادة؟ نعم أجيبي أحسنت حسن جدا ممتاز عادة فعل المهاجر نعم أحسنت حسن جدا المهاجر فاعل وعلامة رفعه الضم أحسنتم نمر إلى مكوين الإملاء تذكير إذن متى تكتب التاء مربوطة؟ نعم حسن جدا أحسنتم إذن تكتب التاء مربوطة إذا فتح ما قبلها وصح نطقها هاء أمثلة مهم مكتبة زيارة نزهة وتكتب أيضا في الإسم المفرد المؤنت أمثلة من يعطيني أمثلة؟ جيد كريمة صديقة طبيبة إذن المفرد أو المفرد المذكر لكريمة هو كريم أحسنت حسن جدا وما هو المفرد المذكر لصديقة؟ صديق أصبت نعم ثم المفرد المذكر لطبيبة هو أحسنت طبيب وتكتب وتكتب التاء المربوطة أيضا في الجمع الذي لا ينتهي مفرده بتاء أمثلة من يعطيني أمثلة؟ نعم أحسنت سعات مفرده ساعي ثم قضاة مفرده قاضي أحسنت والمثال الثالث رعاة مفرده راعي حسن جدا إذن نمر الآن إلى شق التطبيقات الكتابية النص المقترح هنا وبعنوان عرس مغربي عرس مغربي حضرت حفلة عرس مغربي التقى فيها الأصحاب وتصافح هنا هذه الكلمة التي تحتها خط مطلوب منكم أعزاء المتعلمين شكلها واستمتعوا جميعا بلحظات مرحة لقد نفس الشيء بالنسبة لكلمة الثانية منظروا العريسين بلباسهم التقليدي والعصري وأعجبتني أصناف الطعام التي تفنن الطهات في تحضيرها حقا إنه حفل الكلمة الثالثة المطلوب منكم شكلها وفرصة نادرة للقاء الأهل والأصدقاء نمر إلى الأسئلة السؤال الأول أجيب أولا عما يتحدث الكاتب عما يتحدث الكاتب السؤال الثاني ما الذي أعجبه في الحفل؟ نمر إلى أنجز أولا أشكل الكلمات التي تحتها خط في النص السؤال الثاني أشرح أصناف نادرة السؤال الثالث أستخرج من النص إسمين فعلين ثم حرفين رابعا أرتب الكلمات التالية للحصول على جملة مفيدة حفلا أقام الجيران رائعا خامسا آتي بجموع الكلمات الآتية رام ساع قاض سادسا أبحث عن مؤنة ولد كاتب كبش نعم نعم نمر الآن إلى الأجوبة السؤال الأول عن ما يتحدث الكاتب نعم أحسنت نعم آخر حسن جدا أحسنتي إذن يتحدث الكاتب عن أجواء حفلة عرس مغربي نعم السؤال الثاني ما الذي أعجبه في الحفل نعم حسن جدا ممتاز أصرتي أعجبته أصناف الطعام ولباس العريسين أنجس السؤال الأول أشكل الكلمات التي تحتها خط في النص نعم كيف نقرأها نعم للكلمة الأولى الأحباب الأحباب نعم الكلمة الثانية حسن جدا أثارني أثارني والكلمة الثالثة نعم نعم حسن جدا ممتاز رائع رائع ثانيا أشرح أصناف بمعنى أصناف أصناف نعم ممتاز أصناف بمعنى أشكال أو أنواع نعم نادرة ما معنى كلمة نادرة نعم ممتاز حسن جدا دا نادرة دا نادرة هي قليلة جدا السؤال الثالث أستخرج من النص اسمين من يعطيني اسمين من النص نعم ممتاز حسن جدا آخر نعم حسن جدا أحسنتم دا اسمين منظر فرصة ثم من يعطيني فعلين نعم نعم حسن جدا أحسنت كذلك نعم دا المثال فعلين تصافح تفنن حرفين من يعطيني حرفين نعم من النص نعم حسن جدا دا و في نعم أرتب الكلمات التالية للحصول على جملة مفيدة حفلا أقام الجيران رائعا إذن من يرتب هذه الكلمات للحصول على جملة مفيدة نعم حسن جدا نعم أقام الجيران حفلا رائعا السؤال الخامس آتي بجموع الكلمات التالية رامن ما هو جمع رامن نعم أحسنتي رامن جمعه رمات رمات ساعن ساعن ما هو جمع ساعن نعم أصبت حسن جدا سعات قاضي نعم من يعطيني جمع قاضي نعم حسن جدا أحسنت قضاة سادسا سادسا أبحث عن مؤنة ولد ما هو مؤنة ولد نعم حسن جدا أصبت ولد مؤنته بنت كاتب مؤنته حسن جدا حسن جدا أحسنتي كاتبة كاتب مؤنته كاتبة كبش ما هو مؤنة كبش نعم حسن جدا أصبت مؤنة كبش هو نعجة إذا كملخص للدرس قلنا بأن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف تبتدئ الجملة الفعلية بفعل وتتكون من فعل وفاعل تكتب التاء مربوطة إذا فتح ما قبلها وصح نطقها هاء في الإسم المفرد المؤنت في الجمع الذي لا ينتهي مفرده بتاء إذا عزيزات المتعلمات أعزاء المتعلمين نأتي هنا إلى نهاية حصتنا اليوم شكرا لكم على انتباهكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر